بهدف رفع القدرة الانتاجية لسونتراك خاصة بعد الاكتشافات النفطية والغازية التي حققتها الشركة والمقدرة بثمانية اكتشافات منذ بداية سنة 2022 سارع مسؤول الشركة في ربط هذه الحقول بخطوط الانتاج حيث تم ربط ثلاثة حقول بيترولية بولاية إليزي يقدر انتاجها بحوالي 14 ألف برميل اضافة الى وحدة معالجة الغاز المصاحب التي ستعمل على استرجاع الغازات المصاحبة ومعالجتها والتي تقدر بنحو 5 ملايين متر مكعب يوميا رفع القدرة الانتاجية يستلزم كذلك تطوير حقول غازية مثل حقل سيلا إزيرانا الذي سيسهم بانتاج اكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا بالإضافة الى 1800 طن من غاز النفط المسالة و 1600 طن من المكثفات يوميا الاكتشافات الطاقوية الأخيرة التي تقوم بها شركة سونطراك تجعل الجزائر تتصدر المؤشرات العربية والإفريقية والدولية إذ تشير التوقعات إلى تسجيل عائدات الصادرات من النفط والغاز ما يفوق 35 مليار دولار بنهاية العام الجري الجزائر الشريك الموثوق باعتراف شركائها تسعى لتطوير البنية التحتية التي ستمكنها من مضاعفة إنتاجها وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الدولية تسعى لتصلحتك